التصور في المليارات والبطال عمره فيه نحن مجموعة شبابية من القاسرين خريجي جامعة معطلين على العمل بطبيعة تلمينا من 2016 بقايا اعتصام 2016 اللي راح ضحيتها ريزال يحيو يالله يرحمه صارت شرارة شبه ثورة على الحالة الاجتماعية على الحالة المزرية على التهميش يخرج وزير في التالزة واعلن انه بش تصير انتداب 550 معطل عن العمل ومشوه هما في الموضوع هذا دخلوا دوترونش تصادق على القرار ودخلوا دوترونش وما رعنا انه الترونش الثالثة من 2016 فيه تجاهل فيه تسويف ما تساوتش الوضعية متاعهم وينو حقك في الدستور يا جسريني من دكور يا جسريني من دكور يا جسريني من دكور فلست من هذا الوطن جينا المقر تحية تونس مانيش عنا مشكلة حزبية ولا معنيش جينا خاطر هيكل الدولة موجودة في الحزب هيدا رئيس الحكومة للوزراء جينا اليوم معنيش حتى مشكلة حزبية كيما قلت جيست بش نطالبوا بحقوقنا والوزير اخذى قرار والوزير اخذى قرار يحتذا بالانتظار يحتذا بالانتظار دي جا متصور انكم اسمعتوا ثم حالة انتحار فما شكون حاول ينتحر فما شكون شرب الدواء ناس شافت انو ما فامش امل كان بالطريقة هذيكة قلت لك نعمل ستوب لحياتي يزيني جا مسؤول و جا مسؤول لا مشهور ولا قرار لا مشهور ولا قرار معنا سبعتاشن يوم في المقر هاذا نطلبوا في حقوقنا نرقدوا على الطواول ما تمش حتى تجاوب الوضعية متاعتنا ايجابي نحب نقول للصولة المعنية لفتا باللهي رانا شباب مثقف رانا شباب واعي ما تخلي ناشو نكونوا مساج ليأس للجيل القادم رانا شباب ترجمة نانسي قنقر